عطلة نهاية أسبوع حارة نسبياً متوقعة وتغير على درجة الحرارة خلال بداية الأسبوع القادم التفاصيل بعد الفصل مرحبا بكم مجدداً في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت الأجواء الحارة نسبياً بالتأثير في عموم مناطق المملكة وانتشارت كميات من الغيوم العالية والمتوسطة كانت ماطرة بشكل محلي ومتفرق فوق المناطق الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع توقع أن تستمر هذه الأجواء الحارة نسبياً وانتشار لكميات من الغيوم المتوسطة والعالية في عموم المناطق على أن تنخف الدرجة الحرارة اعتباراً من يوم الأحد يكون هذا الانخفاض ملموس اعتباراً من يوم الاثنين تفاصيل أكثر استعرضها في هذه النشرة والتي سنبدأ بتوزيع درجات الحرارة المتوقعة اعتباراً من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم والتي تتحدث فيها عن الاختلاف الحرار الذي سيحدث يوم الجمعة تستمر هذه الأجواء الحارة نسبياً بالتأثير في عموم مناطق المملكة تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت العام يوم السبت لا تغير على الحالة الجوية تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن اعتباراً من يوم الأحد تقترب هذه الكتلة الهوائية ذات الدرجات الحرارة الأقل من المعتاد قادمة من شرق البحر الربية المتوسط مباشرةً باتجاه منطقة بلاد الشام تصل المملكة اعتباراً من يوم الأحد وتزداد تأثيراتها اعتباراً من يوم الاثنين تنخفض كما ذكرنا درجات الحرارة تكون أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام يصبح الطقس ماء للبرودة خلال ساعة النهار يوم الاثنين الطقس يصبح بارد خلال ساعة الليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأيضا المناطق السهلية خلال الأسبوع القادم نذاب الآن للعاصمة عمّان وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 28 درجة ميئوية كحرار عظمى أما الصغرة 18 درجة ميئوية يوم السبت أجواء غائمة بغيوم عالية بدون فعالية مع 27 درجة ميئوية كحرار عظمى أما الصغرة 18 درجة ميئوية يوم الأحد انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بدأ تأثر المملكة بهذه الكتلة الهوائية ذات الدرجة الحرارة القل من المعتاد 23 درجة ميئوية كحرار عظمى أما الصغرة 14 درجة ميئوية فقط نبقى في العاصمة عمّان وتوقعات الجوية لهذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع انتشار لكمية من الغيوم المتوسطة والعالية 19 درجة ميئوية كحرار مقاسة المحسوسة 18 الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة ليوم غد نبدأها بالمنطقة الشمالية المفرق 31 إلى 16 إربت 30 إلى 19 جرش 31 إلى 19 وعجلون 28 إلى 18 درجة ميئوية المنطقة الوسطى الزرقاء 32 إلى 19 عمّان 28 إلى 18 نفس الأجواء الحرارة في بلقاء مأدبة 29 إلى 18 والوحل ميت 34 إلى 26 درجة ميئوية ندب جنوبا نحو الكرك 29 إلى 19 ما تفرق لبعض الغيوم الطفي إلى 26 إلى 19 معان 33 إلى 19 الشابك 25 إلى 17 والعقبة 36 إلى 25 درجة ميئوية نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية حيث تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة في أقصى شرق المملكة روشة زخات من الأمطار 32 إلى 18 الصفاوي 33 إلى 18 وأتفرق لبعض الغيوم في الأزرق مع 34 إلى 18 درجة ميئوية كان هذا كل ما لدينا لحد الآن إلى اللقاء الاشتراك مع أمني بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة